بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والا حياكم الله مع لقاء متجدد برنامج مدارك ندرك به المدارك والحقائق والمدارك هي الطرق الموصلة إلى الحقيقة إلى ما يدرك وهنا وفي هذه الحلقة نستكمل الحديث حول آدم وحواء عليهم السلام ونقف عند حديث رواه البخاري ومسلم عن ما حدث من شأن حواء مع أبينا آدم فقد قال صلى الله عليه وسلم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها وهذه الخيانة كما ذكرها العلماء ليست الخيانة الزوجية المعروفة لا وإنما هي ميل الأنثى لفرض رأيها الخاطئ على زوجها ولو كانت على خطأ قال ابن حجر رحمه الله من كبار المحققين وشراح الحديث صاحب كتاب فتح الباري شرح صيح البخاري قال وفي الحديث إشارة إلى تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم بما وقع من أمهن الكبرى يعني المرأة أحيانا تزي لزوجها الخطأ فكما حدث من حواء عليها السلام يوم زينت لآدم عليه السلام أن يأكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها قال رحمه الله وأن ذلك في طبعهم يعني من طبع النساء هذا الأمر فلا يفرط في أو يفرط يعني لا يزاد في لوم من وقع منها شيء من غير قصد إليه وهذا الحديث ينبئنا عن ما حدث لحواء وآدم عليهم السلام وأنها أكلت من الشجرة فلما رأت أنه لم يحدث معها شيء قالت لآدم كل لم يحدث معي شيء فأكل فلما أكل جميعا وقع عليهما العقوبة كما قال جل وعلا فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وفي سورة طه فلما ذاق الشجرة بدت بل في سورة هذه في سورة طه فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما في سورة طه فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وتكرر هذا المشهد في أكثر من موضع من كتاب الله تبارك وتعالى وهذا يعطينا أن الرجل يبقى هو المسؤول وأنه لا يلقي اللوم على حواء لا لذلك القرآن لم يتهم حواء بل ولم يذكر أنها البادئة وإنما جاء ذلك في الحديث وفي شرح العلماء وتفسيرهم لحادثة الخطيئة والزلل الذي وقع فيه آدم وحواء عليهما السلام لكن فيه إشارة إلى أن الزوج هو المسؤول وأن القوامة عند الزوج وأنه لما تاب تاب الله عليه وزوجته كانت تبعا له وهذه رسالة مهمة جدا في انتظام المجتمع أن الزوج له القوامة على المرأة وهو المسؤول وهو الذي ينبغي أن يتخذ القرار الصائب إذا فهمنا هذه وأدركناها استطعنا أن نبني عليها أفهامنا فيما يتعلق بالأسرة فيما يتعلق بالقوامة فيما يتعلق في اللبنة الأولى التي يبنى عليها المجتمع فاصل يسير ونواصل بتيسير القدر حياكم الله إخوان الكرام حياكم الله أخوات الكريمات ما زلنا مع هذا المشهد يوم أزلهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه ثم أكرمهم الله فتلقى كما قال جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وكانت التوبة منه ومن زوجته وهذا ما جاء في سورة الأعراف قالا أي كلاهما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فتاب الله عليهما وأنزلهما اهبطوا ثم هبطوا إلى الأرض وعاشوا في الأرض وجاءت ذرية آدم إلى أن وصلنا إلى هذا الزمان إلى قيام الساعة فهذه قصة أبينا آدم وأمنا حوام وهذه التفصيلات لها ونحتاج معها وقفات ومنها ندرك في برنامجنا مدارك ندرك ما ينبغي أن نتعلمه وأن نعرفه وأن نتعامل معه فلما يأتي زوج فيقول أن زوجتي يعني جاءتني برأي خاطئ فلا تستغرب فأمنا حوى عليه السلام جاءت برأي خاطئ لآدم أبينا فينبغي لنا أن نتعامل مع هذا على هذا المشهد وإنهن خلقنا من ضلع أعوج فيعرف الزوج كيف يتعامل مع زوجته فيصبر عليها ولا يكسرها كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا ذهبت تقوم كسرت وإذا تركته تركته على عوج فاستمتعوا بهن على عوج هذا مهم جدا في التأرف على صفات الذكر والصفات الأنثى وكيف تستقيم الحياة بينهما كذلك مما يذكر في هذا الشأن أن التوبة كانت لهما جميعا فتاب الله عليهما وأنهما كليهما مكلفان أميرا ألا يأكل من الشجرة فأكلا من الشجرة وهنا تأتي المسؤولية لم يقل آدم يا رب اعذرني لأن حواء هي التي أمرتني لا تحمل مسؤولية كاملة وهذه رسالة مهمة جدا في حياتنا أيها الرجل أيها المرأة أننا جميعا مسؤولون عن أفعالنا لا نلقي اللوم على الآخرين عبدا حتى الشيطان ما نلقي اللوم على الشيطان وإنما نلقي اللوم على أنفسنا وفي المشهد العظيم يوم القيامة يوم قال الشيطان فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي يعني ما أنا منقذكم ولا أنتم منقذيني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم هذه رسالة لك أنك المسؤول عن أفعالك لا تحل ولا تنقل المسؤولية على غيرك لا أنت المسؤول وأنت الذي ستقف بين إيدي الله جل وعلا وكلكم آتيه يوم القيامة فردا أسدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر